اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي من زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة اشتركوا في القناة 24 ساعة لـ 24 في بث متواصل نونستوف على الـ EFM TV عبر اليوتوب بتباية الحال صفحتنا على الفيسبوك EFM Sport مرحبا بالجميع في EFM Sport Plus اليوم نحكي الأب الروحي للنادي الافريقي حمادي بوصبيعية ضخ مليار في حسابات النادي الافريقي ويحرج بقية الكبارات تدعية تصريحات السعداني متواصلة رئيس السيابي يهدد عديد المسؤولين بيكشف حقائق صادمة كما قالوا وينصحهم بالاستعداد للموثول أمام القضاء بعد الحقائق اللي بيش يكشفها نهار الاثنين الجاي ورئيس الجامعة التونسية لكورة القدم يتدخل في الموضوع وبشكون حاضر معنا في النصف الثاني من الحسن تعليوم من الإمارات مدرب المنتخب السوري نبي المعلول بعد تأهل كاساسيا وتصفية نهائية للمونديال هذا كل غيره من الأخبار والمساجدات تحية كبيرة لفريق الأعداد عزة تويت في الإخراج بشرة سعية في الأعداد والعمل الصحفي أحمد شورة في سيتويب إيمان الجدي وإيمان رابح في ديجيتال والإخراج الرقمي أنا أيمان زروق بشرفقكم حتى لثمانية متع الليل سعيد جدا بيوجود الثنائي ساميرا السليمي لليوم الثاني على توالي أهلا وسهلا مساء الخير سامير مساء الفل تحية لك زروق خدمتني اثنين وثلاثة ومزل غدوة بارك الله فيك فيزيك مو حاضر بشكمل لي جمع على بكري معناها ذي كان خاما فيك خاطر خامام لك في الويكند برونجين بارك الله هو كان منهارة الاربعة نلتقي والاثنين اللي بعد وإن شاء الله كنكتبوا حيانها ليعملش حاجة ككرة ويعرفها جاي جاي كوب دوروب ما تشويت وسامير نعرف لقرال وحسيب هو أقبلكم مالله غالب على الكرة على الكرة مرسي تحية لك حسيم الكفتن نادر في راس جميع كل أحبائي بنا أحبائي بيتنا الناس كل اللي يسمعو فينا مرحبائي فملي يسمعو فينا من برا كيب كيف بتبع حدود الوطن بتعرفهم أنت برشل تبعو فينا دي ما عملك الميساج في الخليج ولا في فرنسا في خليج وفي فرنسا وفي لوسانجلس وفي أي في الشيرة الأخرى أي أمريكا الشمال إن قصنا المشكلة فيش عن الأوديونس طائحة في أمريكا الجنوبية شيرت لبرزيل والارجنطين والفيرو هذه لازمنا نختمو عليها ناخدو عليها المشكل 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 المشغين في الرزو أيضا مرحب بك أنا طاعد جيري في مخي تيتر سبور بلوس في زمن النموس مساء الخير أهلا سهلا حسين عن نموس ألي جايك لحظة شنا حولك فل ولياسمين نايمان سامير الكابتن نادر في راس كل المستمعات والمستمعين في تونس خارج تونس في ديانهم في كراهبهم إن شاء الله ها ميسيون من غير نموس إن شاء الله هذا متمنى إن شاء الله هالليلة تتعدانا من غير نموس بالحق ميسالش خنستغلوا المنبر غيرنا والأديونس اللي هي طايحة في أمريكا الجنوب باش نقولوا للسلطات التونسية بربي إلقاوا حل في نموس ما نعرفش كيفاش بالضبط إما إلقاوا حل في نموس كما كنتوا تعملوا عمناول واتعمناول راو مش معقول أنا بيستوني المال البير حرب مع نموس إنتي حرب دنيا كحلة بنعرش إنتي عاد بي ملتومة من الغادي ها ولا تحم معا دمتومة ولا تحم مش نرمال بيرها غير عادي البير هاليوم مشي تجيبت شريكة حاسيرو مش نظفوا الدنيا كله وقالوا لي زايد لو خاطر جيرين تمنظفوش دونك أوتوماتيكمان إنتي بشي تجيب شريكة مختصة في مكافحة النموس يا والدي جيبت شريكة جيبت فرقة مكافحة النموس لشركة نتاها سامير هجم داعي يكلمت في التليفون أي يكلمت ساميرو ساميرو تدخل معنا سبونزور عليش ليه مرحبا بيها في حل وقت يحبت نمره سامير من لوتا أي للإتصال أمفولاين سامير السليمي تصلوا لمكافحة النموس مرحبا سامير السليمي مرحبا يا حسيم الحاجعلي بعد شوان إن شاء الله بش نبدأوا في الحسنة أنا كيل عادة توتسويت آخر أخبار لطرقات الموعد اليومي مع لنفو ترافيك مع صديقتنا إناس وراجعين بعد شوية جعلينكم جيد في سبور بيوس مرحبا بالجميع سبعة وحداشن دقيقة البداية بالفقرة اللي سننسوا بها لنفو دي جور لنفو دي جور الأخبار بش تعلقوا عليها من خلال زي موجيه ذومها متاع الفيسبوك والفيسبوك عامل بعمل وعامل فينا معناش خبار متاع الفيسبوك بل عنا أخبار جينا من سفيقس في نادي سفيقسي اجتماع طارق لنجلة حكماء نادي رياضي سفيقسي اليوم العشاية بحضور أعظام الهيئة المديرة الحالية والاجتماع هذا يصار في منزل رئيس النادي سيد منصف خميخ ملي مزالك يرجع من العلاج في فرنسا مرأ أخنا تمانولو شفاء العاجل هو حمدول حالة متاعه ومتاعه الاجتماع لمزيد دراس الوضعية المالية المتأزمة للفريق وإيجاد حلول عاجلة لتجاوزها ثم حديث في سياق متاع انشاء هيئة تأسيرية بقيادة سيد منصف السلامي لكن هذه مبدئين غير مطروح باعتبار أنه سيد منصف السلامي قل ثقتنا كاملة في الهيئة المديرة الحالية تعليقكم على الاجتماع وعلى اللي صاير من الأخبار في علاقة بالندي راضي سفيقسي وفي علاقة بالهيئة المديرة للسي سي 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 حسيم الحاج علي جيم وفي انتظار سامير السليمي يلقى لا وج لا وج خنشوفه جادور حسيم الحاج علي خننبدأ معك أنا كنت مش نحط جيم مش نحط ما تغش في نفس الوقت بارا قتنا نحط جادور ونحط جيم بارك هاي كما توصلت وك هاو في الوسط با هي ياسر اللي يتلموا الكبارات متاع السي سي 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 الناس اللي عندها الفلوس رجال الأعمال خطر نعرف وحنا مشكل بالنسبة للسي سي سي وبالنسبة لأغلب الجمعيات في تونس هي مرمالية كل الفلق بريسك مرهونة ديون شكايات فيفا جامعة مزالت كل يوم تسمع جوارات لجنة مزاعات مستحقها فلوس وإلى متى كل رئيس نادي يشد توافو الوقت الحال المنصف يصرف من عنده يصرف من عنده يصرف من عنده بشيري وقت من الوقات السبالة كهو ما عادش فهمها تحل ما يخرج شي لازم الكبارات والناس اللي عندها الفلوس والناس اللي تحب السياس بالحق تعاون أما في الناس بالوقت علش مغشاش على خطر ديما نقول وقلتها من قبل هذا كله به لكن أنا نتمنى أنه الكبارات هذوم والناس اللي عندها الفلوس تعاون في بداية الموسم قبل ما يغرق الفريق خطر الوقت يغرق الفريق بش يصير سامير جوارة تتقرب اضربات معادش حبو يلعبو معادش يحبو يترينيو تدهور النتاج ولول الفريق يعاني إلى آخر الموسم اللي بشولا يلعب على مدى التفادي النزول واللي يكون يلعب على مرتبة أفريقية يخسرها و يتعدى موسم أبيض أنت كان عندك مستعد ومستعد بش تعاون عاون من أول العام مهما يكون الرئيس ركب بش تعاون السيس سيس ولا بش تعاون لكلوب ولا لتوال ولا المرسى ولا مستير ولا حمنلف ولا الكل ركب بش تعاون الجمعية مش بش تعاون الشخص كان أنت يعدي موسموا به إلا ما تتاب ش تقعد ديما ش معنا اللي توال كيف كيف صارت اجتماع من الرؤساء النوادي ورؤساء القدم وكل علاش ديما وقت اللي يغرق الفريق صحيح الهيئة الموجودة في الوقت الحالي ديما نقول رف الجمعية الكلمة ديما تجبد روحها ونس كل تبعد عليها والاخرين يقول لك مع عية النادي ورئيس النادي يقول لك هما ما جاونيش ونقعدوا ديما في شكون لولاني يسيد يراول كله في مصلحة النادي تلموا من اللول اكبرات المعروفين ومن اللول كل واحد قدروا وقدروا تعرف الهيئة الموجودة قدش ميزانيتها قدش عندها مداخيل قارة وتتعامل معها مش حتى اللي انتغرق الجمعية كاف وكابة حالو من حسام الحاج علي جادور لسامير السليمي خنزيدك شوية معلومات مصف سليمي شدد على انه خلال الشميع متاع اليوم متأكيد على شرعية الهيئة المديرة الحالية برئاسة منصف خميخم وعلى انه مسألة تكوين هيئة تأثيرية غير مطروحة من بين الاسماء اللي كانوا موجودين جاد اليوم لطفي عبد الناظر منصف سلامي عبد العزيز بن عبد الله جمال العار محمد علولو هذوما في خصوص الرؤساء السابقين اللي كانوا حاضرين في الاجتماع اللي نجمع تبروه من مستواه مرموق ومعاين في نادي الرياضي الاسفقسي سيساس تاوى سيمير انتهى الموضوع وفيت السيزون بنتائج متاحة الرياضية وما زالت كاس تونس لكن البطولة وفيت التخميم من تاوى للموسم الجي ومن المواسم القادمة في ظل الحالة صحية للرئيس الحالي تعليقك على الامبيونز جنرال هذية هالإطار اللي موجود فيه السيساس حاليا والا انا كنت كلامت شو معلوك لابدهول لي زروق في عيد ميلاد السيساس وكلامك دار بالقدي بالقدي في اسفاقس وبرتاجي وهبلقدي بالقدي ووصل بالقدي دونك لانا اتكلمت الحقيقة به الاسامي اللي اللي اتكلمت عليهم طوى انتي اللي حضروا في الاجتماع وفما اسامي اخرى ما حضروش في الاجتماع هذية ناس معروفين بيحبهم وولائهم للنادي الرياضي اسفاقسي وناس رب يزيدهم قادرين ماديا معناها اي واحد من الاشخاص اللي حضروا الاجتماع ولا ما حضروش قادرين انهم يمدوا يد المساعدة وقادرين انهم معناها هما يتكفلوا بميزانية سياسية سياسي ديعي ما نحبش ان نسخل في الديتاي خطر رب يزيدهم هما لكن باعتبار انه احنا في عهد لا احتراف ولا هواية ما فماش قوانين ولا ما فماش التزامات اكتر بالالتزامات المعنوية تخلي الرؤوس الاموال الاسماء في بعض الاحيان يبعدوا او يبعدوهم او ما يتفهموش او اي مشكلة بمشاكل فيبعدوا هذوما يخليوا رئيس النادي يصبح وحده ضد الطيار وذاك اللي صار مع السيد منصف تقول لي المشكل ربما من الادارة بعدم التواصل مع الناس هذوما ممكن ولكن كذلك بالطرف المقابل السياسي هي ملك للجميع وقتلي الاقتصاد هالبلادذية بنسبة مئة ويكبيرة شدينوا رؤوس اموال السفاقسية وانا اعي ما اقول نعرف ان الاقتصاد التونسي فيه يحرك يتحرك مدينة السفاقس لان العاصمة الاقتصادية وبالتالي من غير الممكن ان السياسية سنعتبر ان السياسية الفريق الوحيد اللي غير مسموح له انه يتكلم على ازمة مالية ومن المفروض انه نادي رياض السفاقسي انه الفريق اللي يكون الاقوى ماديا وبالتالي على حكم السياسية والناس اللي تحب السياسية وهم كثر ناس برشا حبوا السياسية عليهم يجاد طريقة ان يتخلي الادارات القادمة ويكون سندرس الادارات القادمة تخدم في راحة انه السيد سلامي يتكلم على انه الهيئة المديرة عندهم الثقة في هيئة المديرة ولا سبيل الهيئة التسيرية هذا كلام خضرت طرحة فكرة تسيرية بطبيعة الحال هذا كلام منطقي ومعقود ولكن كذلك لابد ان يخذوا بعين الاعتبار للحالة الصحية للسيد منصف خميخم وانا انصحته صراحة انه تكلمت معاه في الموضوع ذي من فترة وقلت صحتك معاش تسبح انك لك تنجم تتجابه كل هذه الزغوطات الراجل تلمون يحب السياسية فانه الى حد الان ما زال يمن بالمشروع اللي هو يحب يكونه وبالتالي على الناس الكل انتقف مع الادارة الحالية وان شاء الله نشوفه السياسية العام جاي في افضل حلة يارب هذا ما نتمنى ونمشو للخبار الثاني نحكي شوية كرة قدم وميركاتو وهذه الحاجات اللي نحبوهم هنا في الفلاتون نعرف شو لقوا فيهم برشا جدل ونعنى ما نحكي فيهم بلقدي الصحافة الاوروبية نحكي على فوت ميركاتو وصحيفة اكسبريس الالمانية تحكي على الياس سخيري الياس سخيري قاعدين نحكي عليه بلقدي بلقدي في الصحاف الالمانية الفرنسية والاسبانية حتى فرنسية زدك يسح فوت ميركاتو الموقع المختص في اخبار الاميركاتو يقول انه ليون مهتم بشكل جدي وجدد المفاوضات وكثف الاتصالات اللي ديجا موجودة ما بين اليون والياس سخيري صحافة الاسبانية وصحيفة اكسبريس للمانية المعروفة تقول انه كذلك عرض رسمي من في حدود 20 مليون اورو وهو السعر الذي حدثته ادارة نادي كل تعريقك على الأخبار هذلك ومش خبره والأخبار وصحافة الكل تتحدث علي السخيري وعلى هالرقم هذي 20 مليون اكيد خبر مفروح لكن مش غريب بالنسبة لنا الخبر هذا عادي وعادي جدا عليش على خطر الموسم اللي عديه السخيري احسن لاعب في فريقه من احسن لاعبين وصد ميدان دفاعيين في الدول الألماني كله تعرف احنا في البطولات المحترفة هذي مشكلة والله هذك تقلق وذك حسابات وستاتيستيك قدش من كورة قدش من ضيع من كورة قدش من باس قدش من ديول ربح وقدش من بونت وقدش من ناسيس معنا ما 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 لعبين في البوندس لغا في البوست تمتاع وقت اللي يجي هذه العروض من فرق محترمة جدا ما هيش غريبة حاجة عادية لا تشعر انه 20 مليون في لعب بجنسية تونسية في المنتخب الوطني تونسي هذا اللي نجم ونعتبروه افنمان ما نجمش تعدى مورو الكيرام 20 مليون دورو وقت اللي ليون ولا سيفي ولا واحد تحب فريق راي مش تشري في الجنسية لاعب محترف يلعب في الدولة الالمانية هو تونسي ولا هو سينيغالي ولا هو الماني ولا هو فليبيني سي لفالور متاع اللاعب ثم لاعبين افرقس ولا عربس وهم 60 و70 و80 و150 ومقرب يصلوا 200 مليون يورو ما قالوش مصري ولا جزائري ولا مغربي اوكي تونسي لكن احنا بس اثنين عبدالنور وقت في فالانس ماش مستنسي عليش قلت لك انا خبر مفرح لكن انا وجهة نظري كتونسي ولا كمحب الكرة تونسية ما يهمني المبلغ يهمني وين الصخيري توا بالنسبة للمنذر الكبير انا علق الوجهة نظري كيجي يعمل وليحط العيدوني والسخيري ويلوج التسعة والاخرين مثلا مش مشكل هو تواعده بشكل في ديباء اخر العيدوني ولا السخيري ولا الزوز ومشكون قبل العيدوني ولا السخيري انا وجهة نظري منظر هو لادرة وعادل هما الستاف انا وجهة نظري وقتلي عند كزوس كيما هذوما تعرف كيما شكون عقل في شامبينا متاع تونس ما نفيوش مبعيد المستوى الوروبي والتعامنية ولا والتعامنين وقتلي الاسبيرونسات شامبيونس ليك عندك فرانكوب وكوليبالي تبني عليهم فريق على خاطر وسط التيران يفكولك 70 كورة ويعملولك رلانس بيها ويعملولك رول تاكتيك اليوم ان شاء الله السخيري انا نتمنى في سيفي اليوم ما احترامتي فريق محترم لكن الدوري الاسباني وسيفي قريب لشامبيونس ليك قل انت كافي مانتوليي يشبه شوي لليون يقرب شوي نتصور وان شاء الله كما قلتك العيدوني بعد احسن لعب في الدوري المجاري والمتش اللي عاملو مع الكم ناسيونال وان شاء الله مع تزير ان شاء الله كذلك نشوفوه في دوري كبير واضح سامير كذلك تعليقك على الاخبار حاجة جادوغ بينصور الخبار ثلاثة اربعة سنوات الاخيرة سخيري افضل اللاعب في المنتخب التونسي هذا واضح وبدون كلام كثير وبدون صحافة وبدون بوز وبدون حتى شيء يلعب ما تشوه هسك ويمش على الروح وانتون مقايبوا كما تحبو ومحكا ولا في موبلي كان افضل اللاعب تتحول للمانيا افضل اللاعب كيف كيف تجربة فرنسية ناجحة تجربة المانية ناجحة بكل المقاييس نتمنى انه يتحول الى اشبيليا لا 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 مع اشبيليا لانه اشبيليا عمالو بيتيجي وما افضل فريق يلعب كرة من افضل لكن انا حسب اعتقادي هو الافضل السناء اللي يفرجك بالكرة هو اشبيليا اشبيليا العام جاي في الليجة منافس شارس قوي على الليجة فانا اعتقد انه طلع البالي اخرى بقطع نظر عشرين وخمسة عشرين مليون يورو ولكن في اف سي سي في بش يكون عنده ستوندينج اخر وهذا بش يرجع بالفايدة على المنتخب الوطن حتى انا ضم صوتي ولا وانا ما نمش عليه ومش من حقييني بش نعلق لكن كي نشوفه مثلا اللي ياس سخيري واللاعب تونسي موجود في البطولة الاسبانية وفي ستوندينج معاين تقنية ديشبيلي يلعب ديما في الثلاثة الاربعة والولينين ديما موجود في الأوروباليج ويوصل للفنال ويهز وستاد متاعو محليه وشبيليا وشبيليا تلعب كرة بالكدي خاتكن ذاكرة مليون تيرام تاعشبيليا يجي المخي ديريكت بانيقا يجي المخي راكي تيتش إذا كان سخيري يكون في وسط الميدان هذية فمتنشكون كان حاجة إجابية كذلك في علاقة بصحافة تركية مستيش خنعلقه في صحفيسا هو الأخبار في الصحافة مراهدية التركية نحكيه على اهتمام من قلاتة سراي بمحمد علي بالرمضان هنا السعر مهوش 20 مليون بل 5 مليون أوروب بسرعة وش نعلق عليه كذلك جدو أكيد نفس الشي كل ما نسمع اللاعب تونسي ثم أوبسيون أنه يلعب بفريق كبير بالنسبة للمحمد علي بالرمضان وأنا قلتها مرة نهار تلي بشيخرج أنا دارة الترجي هي الأدرة وهي الأصلح تعرف وقتاش مش تسوق وقتاش مش تبيعه خطر أنا ضدك اللي يقولك لا يلزموا السنا يخرج ويلزموا عمنا لنا أحنا نعرف لنا أحنا نقيمه هو وفريقه يعرف وقتاش لكن ديما أهم شي وجهة نظري سياسة المرحل ما يبدأش من اللول خطر لي خرجوا ديريكت في فريق كبير وكل يتحرقوا هروا دوري تركي دوري محترم جدا وقالتازاراي فريق كبير حتى على المستوى الأوروبي تنجمي تكون باليي به اللي مبعد أحنا في الوقت الحالي هذا الموسم أحسن لعب في الدورية التونسي نتمنوا أنه يعمل باليي هم بعض باليي اللي بعده ويمشي مع المستوى اللي لاعبي اللي في أحسن لحظة بركة فقط هذي هاي قدامنا الصحيفة التركية بوم بطبيعة مش مش نفه مش قعد مكتوب التركية عملنا ترادوكسيون لا لا أنت تعرف تكلم تركي لا وسعت بالي وعمل دخلت جوجل ترادوكسيون فاكتبت هذيك الكل وعرفت اللي في الارتيك اللي يقوله أنه جلتا سراي فرحانة بالتجربة امتع لتاكون المصري مصطفى محمد فتحب تمشي في في استراتيجية ذيك المواهب اللي موجودة في بطولة تونس مغرب مصر البارز تاخذو في عملية تسويقية المستقبل بشرب حول مال خمسة مليون يورو بالرمضان طوى تقوله مبلغ كبير ولكن حسب اعتقادي انا يسوى اكثر وزيد 17 مليار للتراجي إذا كان بتبيعة هيا يجرقلك حاجة أنت عندك معنى كل واحد عنده برنامجه وعنده طموحات وعنده كذا في العادة سنة كاس عالم ولا سنة مسابقة افريقية الملاعبية ما يخرجوش يدودوا على الاستقرار وثم يلوجوا أنهم يشاركوا في كاس العالم هذيك وتشوف السعر كيف يمش يولي ديما لاحظنتي في العشرين سنة الأخيرة العام اللي يسبق كاس العالم ما تلقاش فيه كبار وكبار برش إلا الاملاعبية اللي ربما يكونوا عندهم مشاكل بطبيعة الحال هو عنده الكنسيين متاعه وعنده الفريق متاعه وعنده عائلته ينجم يستشير ولكن إمكانيات برمضان قادر أنه يكون في وجهه ولو أنه قلعة سرايمن أفضل الأندية التركية والأوروبية كذلك ولكن قادر عنده معناها إذا كان يصبر شوية يلقى مخير هذا الكل هو اللي قر ونجم يقول لك يا أخوية نحب نخرج ونجم يقول لك يا أخوية ربما تتغير المعطيات فكل واحد حر ولكن الإنسان لابد أن يفكر في كل الاتجاهات ويحط كل السيناريوات وسيوية هذو ما يتم ولا ما يتموش الاسفاقات أنتوكا دينا نفرح حتى إذا كان يتقع الاحتراف يمشيوا الليكيبيت من نوع غالاتسراي من نوع هذو ومعن تهراو مهم ومهم جدا ونجم وكنوا كان فرحانين الخبر الأخير اليوم في اللنفودي جور بو مش بنخذ يسر في وقت لأنه برح خذينا بالقضاء وقتنا في خصوص عبد سلام سعداني لكن المسجدات في خصوص الموضوع تدوين لعبد سلام سعداني يقول على أثر تداول اسمي وطرح مواضيع تخص شخصي وصفتك رئيس ندي رياض البنزارت على قناة تونسنا وفي نتاق حق الرد المكفول قانونا سوف يكون لتدخل هتي في يوم الأثنين القادم على نفس القناة وفي نفس البرنامج الأثنين الرياضي بات من الضروري تعرية الحقيقة كاملة وأنصح عديد المسايرين ركزوا بالقضاء أنصح عديد المسايرين الرياضيين بالاستعداد للمثول أمام القضاء بعد نهاية مدخلتي انتظروا مداخلة نارية وحقائق صادمة لابد أن يعرف كل طرف حجمه الطبيعي وأن يدخل كل فقر إلى جحره هذا كيف نعمل اليوم تدوينه في صفحة الرسمية البروفيل الشخصي عبد السلام السعداني البرح في نفس إطار التصريحات عبد السلام السعداني تناولوها كل بلاتويت البرح تناولناها التاسعة ونسنا الناس اللي حكيت على تصريحات عبد السلام السعداني وتدخل رئيس الجامعة السعداني لكرة القدم هاتفين في برنامج تاسعة سبور نسمه ماهو اللي قال ماهو اللي علق حول تصريح عبد السلام السعداني ويهذا كوالكستري عزيز دخل لي نسمو عبد السلام السعداني نمعت موضوع عبد السلام السعداني بناء اللي نسمعت شخصيا اتصل امي ديات مو بالسعيد الكاتب العام داع الجامعة ووقعت في حالة التسجيل الى لجنة الأخلاقيات بالجامعة تونسي الكورت قدم باش تنضر في الموضوع تستدعاه تقول يهو مش موجود توجه له حاجات كتابية هي تعرف اشتعم وكان بزم الأمر بتتعدل النيابة العومية لها كل الصلاحيات علم انه كيف كيف بعد مرش الحمدية ومتاع سابعة سابعة وبعد ماتش بنجردان وجياس كارت امي ديات مو انا شخصيا دعيد الى انهيقات مجلس مكتب جامعي واحنى مباشرة للجنة الاخلاقيات بالجامعة تونسي الكورت قدم اع دو دو احنى هم للقضاء ثوال جام مو احنى هم للفيف وهذي من النجموش نعملوا اكثر من هيك وكل انسان حمل المسؤوليت نيابة العمومية قدامها تليفونات قدامها الدنيا لكل معلها كان تعمل كل ما لديها من امكانيات متاحة اكثر حتى من نحن نجموش تليفونات الناس بينما هي عندها كل الصلاحيات كانت تهم الناس مصورتها معلها كانت تتحمل المسؤولية كاملة ناخذ تعليقات بشكل سريح حسين الحاج علي انا مشاد انت باي في التصريح متاع رئيس الجامعة هو انو ارمي الكورة نيابة العمومية قالك فازي قدش مرة شو نقعد انا كل مرة نوحي للاجندة الاخلاقيات وانعطي للقضاء ونيابة العمومية نيابة العمومية انت عندك الصلاحيات بش تدخل تليفونات العباد وتسمع وتعمل اذا كنت فازي ماذا تنتظر شنو الموضوع شو تدخل بشوال الجامعة هي زاد تدخل وتعمل خدمة لعبات وانا برسمع ليانا وديع الجاري مرميش الكورة خدم خدمته قال لك انا حاجة متخصنيش انا احلت لكم كل الملفات لأ خرج نيابة العمومية راس راسم عن جمه اي 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 شكون هو المتكافل بالامورة ذية نيابة العمومية قال لك انا خاتيني خاتحنا مو نسمعوا احنا التوا في الشارع الجامعة والرابطة قال لك انا رو موضوع ما يخصنيش انا خدمت خدمت عودك به وفات الشامبوناء وجي سيف وارتاحت وكل شي وترجع عم جي بوس خوك بوس عمك لا ثم دوسي محلول لا ثم بتسمع حتى يريدها طوالدنيا واش قاله عبد السلام وحذروا رواحكم والدنيا وكل انا وجهة نظري ان شاء الله يطلع كلمي غالط وتحل بالحق الملفات ويتحاسب المخطأ ويتحاسب اللي تلاعب لكن وجهة نظري مو بشي صير حتى شي سامير سعدان يقول ننصح عديد من المسايرين بالاستعداد للمثول امام القضاء بعض التصريحات اللي بشي قولها نهار الاثنين الجاي وعليش نهار الاثنين الجاي مو خطر تم حقرات في برنامس صحبي بكار وينجي متكلم في اي وسيلة اعلامية لانه اليوم ثلاثة ونهار الاثنين الجاي ستة ايام تتغير برشة معطيات والفاهم والفاهم يفهم صحي دونك علش نستنى انا وعليش نعمل انا رسالة ملتوة تهديدية ولا ننبه فيكم اوقع عندكم ستة ايام يجاونا ايه نشوفوا الاحكاية نشوفوا الاحكاية اش دية الاحكاية عبد اسلام يا ساتي الموضوع عبد اسلام السعيداني عندك ديرك طموة اخويا طوة تودو السويد تكلم من يهم والامر وسمي الاسماء بمسمياتها وخلي اخويا الجامعة التونسية هاي مشات في التوجه هذي علش تسنى الثلاثنين الجاي وتعملنا اخويا وبعد ما يصير حتى نطلقوا تحدي في المباشر لعبد اسلام السعيداني اخويا هاو سمير سمي يطلق يتحدى عبد اسلام السعيداني علش نسانة ونهار الثلاثنين شيء غضى معانا لا مش تحدي ليسالش تحدي تحدي لا ولا لا مش تحدي مش تحدي وعبد اسلام السعيداني انا هو صديق ومن قطي بالناس حتى اي اي صديق فهمتني يدخل معانا غضوة يعطينا الحقائق اما عليش نستنى في ستة ايام هناك يفضح الناس الكل على بعضها يا والدي بيتمي تميمها واللي اخطأ يتحمل المسؤولية وخاصة انو رجع مع التونسي اللي قد قد ماشي في التوجه هذا واحالة الموضوع لن نبراهم ممي واضح جدا نوعك الموضوع للمتابعة اكيد بش نرجع له نتابعه في الايامات القادمة توتسويت بش نحكيو على الرقم اليوم مليار قروش بش نحكيو عليها توتسويت شفر دو جور الرقم تاعنا هو مليار ومليار يضخوا الابر روحي للنادي الافريقي والمدعم الأول للنادي سيد حمادي بوسبيع هذا حسب ما جاء في البلاغ الرسمي للنادي الافريقي في حساب الفتيف سياليتيج كما انحسفنا اي خارج اطار عقد الاستثمار موهوش سبونسوري هذا من مكتوبه وهذا كخطوة أولى من طرف سيد حمادي بوسبيع من جملة من الخطوات الاساتي كذلك يتم الاعلان عنه في القريب العاجل والشيء من مقته لا يستغرب فسيد حمادي بوسبيع عودنا بدعمه المتواصل للنادي منذ عشرات السنين وخاصة في الفترات الحساسة من تاريخ النادي ورجاله مواقف هذا يحسب ما جاء في بلاغ النادي الافريقي كذلك ثم افيش كبيرة برشا هاكم تشوفوا فيها الكبير كبير شكرا نسي حمادي وذلك كل قوس باب جديد كما لا راديك في جس في لفتجو لما نحب نحطها شوف احنا عنا السنوات من اللي عكا نحنا كنا نلعب وانا من احنا صغار دي ما نسمعه سيحمادي الاب الروحي وبنهاك بعض الناس تتكلم تقول لك ليه ويزين منها ويزين منها يا أخويا اللي قادر ولا عنده هو عندهم ولا ينجب يعطي كما يعطي سيحمادي يا أخويا نشكروه ونقعدو نمجدو فيه مصباح للليل مهيش المرة الأولى راوسي حمادي بوسبيع راو عطا قبل وعطا 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 أبار سبونسور قدش من مرة النادي الافريقي المواسم الفارتا وحلت في مشاكل مالية ساعات منهم مرة نذكر أنا ثم النادي الافريقي مش يلعب في مباراة في افريقي ومثل مش حتى بشي قسو تساكر الطيارة مباشرة تكفل هو معناها راو عطا راو ينجم يعمل كيما برشا خرين رجال أعمال وعند برشا كيما حامل الكلوب ويتخب ويقول لك أنا عندي سبونسور متاعي إن شاء الله هذي جاسة تخلي رجال الأعمال الاخرين اللي يقولوا بروحهم كلوبستية وعندهم الامكانيات يتقدموا يا سيدي مش لازم مليار كل واحد وقديروا وقدروا كيما مساكن الناس الشعب والجمهور العادي اللي يعطي دينار وخمسة الليف وعشرة الليف اللي هي عشرة الليف هذيك توجعوا في قوته اليوم وفي مصروف عيلته يمدها كل واحد اللي عنده يا أخويا يتقدموا راو الندي الفريقي عمل لطخة هذي متاع الخمسة مليارات في خمسة جمعات يا سيدي برشا على جمهور الندي الفريقي اللي يعطاو وعطاو 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 ومستعدين بش يعطيو يا سيدي يقسموها اشتر للهذوم الناس اللي لابسة عليهم اللي عنده أصحاب الرجال الأعمال وأصحاب الأموال الكبيرة واشتر لأخر الجمهور مستعد انه يوصل وانا متأكد ان الجمهور الندي الفريقي حتى الكل نجم يعطيها ومشي تقدم ومشي يعطيها لكن ان شاء الله هذي الجست هذي متاع سي حمادي تخلي الناس الاخرين اللي عندها الامكانيات المالية وتحب الكلوب تعمل جست كيف هو وعندهم والامكانيات موجودة وسيجراسة الكلوب اللي هما أسميهم ونحكيو عليهم في تونس ساميري السليمي خناخد عليك ونعطيك ارتيك العنوان أنا شخصيا جذب انت به لحقائق أونلاين بوصبية يلتخ مليار ويحرج بقية الكبار قبل ما تقولها أنا قلت هذي هاي حلو خبر الصحفي حلو باش يلزوا بعض المنتمين لعائلة الناد الفريقي وعندهم الانكانيات المالية انهم يتفعلوا مع التخاتذية ونخرجوا بالفريق من الفترة الصعبة هذية سيد حمدي بوصبيع أنا للتوضيح عندي طوى عشرين سنة ما قابلتوش ولا ربما أكثر طال علي العهد بيه اللي كنا نلعب هاي ولا سيالي تيج عم ناول مليارد ومية وخمسين تفعل هكا ولا في بتاع الفيديراسيون أول مرة سيد حمدي بوصبيع يعمل علش الشكر والامتينين جا كان المرة هذية علش المرة الأخرى فك علينا من أب الروحي وفك علينا من الكبرات والراجل في هالسن المتقدمة سمع وعيب مشباهي حمدي بوصبيع عربعين سنين يناعرفونا فيهم عاون برشا ملاعبية وعطاه برشا فلوس وجاب برشا ملاعبية على حسابه وخلص برشا مدربين على حسابه وعاون برشا كل الفروع على حسابه وهو بعيد على الصورة وتعمناه والسامير فروع الشبين الكل من جام حتى الديسامبر تكفل بها أنا ما نحبش إنسان ما يفهمه لا وليه وما يعرش يكونوا سيدة هذه فرحان لأنه على قل مرة هذه رد جميل لإنسان أعطاه برشا للنادي الإفريقي ولكن كذلك نذكروا الناس اللي شهرين وثلاثة وعم ناول وولد عام ناول قالوا كلام ما هوش في المستوى في إنسان أخلص إلى النادي الإفريقي كيلة سنوات واضح جدا هذي الأخبار اليوم والشيفر متاع اليوم اللي حابين نختاره هو المليار نذكروا مرة أخرى يسجي هذي في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة نادي الإفريقي خمسة مليارات في خمسة أسابي هامولي وقتها أربعة مليارات البرح كان المجموعة 19 مليون شو نخجو فصل صغير ونجعو بعد شوية في سبور بلوس عملكم الجديد في سبور بلوس سبعة تسعة واربعين دقيق على إيفام أحلى راديو حوالنا نتصلوا بمدرب المنتخب الوطني سوري نبيل معلول لكن ثم إشكال ما نعرفوش تقني من المصدر وإلا من الهاتف فانتوكا ما تعداش التليفون وقبلنا حوالنا نتصلوا ونحاولوا نتحصلوا بمدرب المنتخب كنا بش نحكيوا عليهم على مستقبلهم على المنتخب الوطني إلى سوريا على تأهل لكاساسيا والتصفيات القادمة نحن نأخذ كليمتين المنتخب سوريا حسين منتأهل نهاية كاساسيا وإلى تصفيات نهائية للمونديال قطر قبل المواجهة القادمة للمنتخب الصيني أكيد أنا شفت الماتش الأوليني كامل وشفت شوية من الماتش الثاني صحيح مباريات ما كانتش معناها من التراز الكبير المنافسين كانوا نوعا ما في المتناول بالرغم من المنتخب السوري معناها عنده نقايز كبيرة والعديد من اللاعبين معناها اللي يصنع الفارق وخاصة عمر السومة يصابه ما جايش لكن نوعا ما لقى بعض السهولة في الفوز بالمباريات بنتيجة عريضة أداة كان مقنع مقارنة بالمنافس لكن مباراة الصين برغم من المنتخب السوري معناها ضمن التأهل معناها كالكسوان نتيجته مع منتخب السين لكن تبقى نوعا ما تيست سيريو مع المنتخب السيني ومن بعد بش يدخل العاد في الجديات بالدورة الثانية تدخل للجديات بالضبط سمير نفس شايف انتظار المباراة القادمة بش تكون شكلي ذات منتخب السين هو الضمان التأهل قبل جولة إلى الجدول النهائي المؤهل إلى تصفية كاس العاد هو ذك منتظر نظرا لضعف المجموع فكان منتظر أن المنتخب السوري مش يكون متأهل هذي حاجة منتظرة و مباريات نعتبرها أنه مباريات إعدادية في شكل رسمية المقياس الحقيقي هو الماتش متاع الشين خاصة الشين عندها منتخب قوي برشا ومعاملة بالقداع الكوب ديومان مجانسين منتخب السيني هو المقياس ولو أنه المنتخب السوري يعتبر التأهل وحاجة إيجابية ولكن نحن نتكلم على منافسين ما عندهم مشتقالية في كرة القدم ونقوله مبروك وإن شاء الله معناها في المستقبل يكون الحال المنتخب السوري والإطار الفني التونسي بطبيعة الحال نتمنى له كل خير أنه يلقى النجاح ويلقى خاصة الإمكانيات لأنه حسب الأخبار اللي عندي فما بعض اللاعبين بعض الإصابات فما بعض اللاعبين في عندهم بعض المشاكل يعني معلول ونادر والأولاد ما همشي يخدمون راوة مكليفية راحة مستحقاتهم مادية عندهم فترة طويلة برق خمسطاشر شهر بدون راوية بدون كذا هذا كلها تأثر على المدرب وعلى العمل المتاع فإذا كان نحب النجاح لابد أنه كل الأطراف تقوم بالواجب بالمتاع بالضبط هما نقاط ذوما الكل كان من المنتظر بريفيو باش نحكي فيه مع المدرب نبيل معلول كذلك مستقبل مع المنتخب بالسوري هل سيواصل هو تأهل إلى تصفية نهائية أم ما هو حقيقة العروض والكلم التي تقال كهندايا من المفروض يكون حوارنا معنا بالمعلوم إن شاء الله غدوة نحن أجله غدوة الحوار معنا بالمعلوم ما نجنش تحصلوا عليه من قبيلة في تواصل ويستنى فينا تليفون ما يتعديش لا تليفون هو لا تليفون ندر لا تليفون لا تليفون لوتيل ما تعدش ما تعدش هذا هو المباشر هذه هي ظروف المباشر شكرا للزمال في الحافلة مشكور حسين مشكور سيمير اللي السليمي كمان أقبل وقت اليوم منتقنا إن شاء الله غدوة كل عادة في نفس التوقيت زيدهمنا سبع دقائق إن شاء الله